توجه مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس بمناقشة 35 تشريعا شملت مراسيم بقوانين ومشاريع بقوانين واقتراحات بقوانين جهود كبيرة بدلها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول للوصول إلى الأهداف المنشودة التي تعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن على مدى جلساته الإسبوعية التي عقدها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس توج المجلس أعماله بمناقشة 35 موضوعة والتي تم مناقشتها خلال 22 جلسة وتسعة وثمانين اجتماعا للجان المجلس وتوجيه 28 سؤالا للوزراء حيث بلغ عدد المراسيم بقوانين التي وافق عليها المجلس خلال دور الانعقاد الأول 12 مرسوما بقانون فيما ناقش المجلس ولجانه 16 مشروعا بقانون وحسابين ختاميين للدولة بعد تدقيقهما من ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى جانب خمسة اقتراحات بقوانين وعامل مجلس الشورى في الوصول إلى الصيقة التوافقية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة كما نجحت الشعبة البرلمانية في استضافة أعمال الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي واحتضان أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية مجلس الشورى بمختلف لجانه استطاع خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس في زيادة تحقيق التعاون البناء والعمل البرلماني المشترك والارتقاء بمخرجات ونتائج أعمال السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية لتوفير كل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطن اشتركوا في القناة